وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم واخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هرودس مزمع أن يطلب الطفل ليهلك فقام وأخذ الصبي وأمه وانصرف إلى مصر كانت مصر الملجأ والملاد التي احتمت به الكديسة العذراء مريم ويوسف النجار ومعهم الطفل يسوع رحلة مليئة بالتعب والبشقة بدأت عندما تركوا فلسطين متجهين إلى مصر كانت البداية من الفرمة والتي كانت تعرف بالبليزيون وهي المدينة الواقعة بين مدينتي العريش وبور سعيد حالين حتى جبل قسقام بمحافظة أسيوت في سعيد مصر بعد عبور العائلة المقدسة سيناء والوصول للفرمة اتجهت إلى المحطة الثانية وهي تل بسطة بالقرب من الزقذيق ثم اتجهت نحو الجنوب حتى وصلت بلدة مسترد حيث وفجر الطفل يسوع نبعاً صار شفاء لكل مرض وسمي هذا الموضع بالمحمة لأنه فيه استحمى سيد المسيح من النبع ثم انتقلت إلى مدينة بلبيس ثم منية جناح وهي منية سامنود حالياً ومنها عبر نهر النيل إلى سامنود ثم البرولوس واتجهوا بعدها إلى سخى إيسوس مدينة سخى حالياً في محافظة قفر الشيخ ثم اتجهوا غرباً نحو وادي النطرون ومنها إلى عين شمس أو مدينة أون ومكانها حالياً منطقة المطرية اتجهت العائلة المقدسة فيما بعد إلى مصر القديمة حيث سكنت بالمغارة التي توجد حالياً تحت كنيسة أبي سرجة على أطلال حصن بابليون ثم إلى المعادي ومن هناك ركبوا مركباً إلى الجنوب وتحديداً البهنسة بمركز بني سويف حالياً ومن هناك اتجهوا إلى محافظة المينيا ثم عبروا نهر النير إلى الضفة الشرقية حيث جبل الكفة الذي انطبع فيه كف الطفل يسوع ثم إلى الأشمونين بمدينة ملوي موسيقى 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 ونبتدي أول فقرة معنا ونتكلم عن دخول سيد المسيح أرض مصر ونتكلم عن رحلة العائلة المقدسة هذه رحلة الشاقة والكبيرة لكن رحلة عظيمة يفتخر بيها كل مصري ورحلة عارفها جدا كل البشرية في كل العالم نتكلم عن رحلة العائلة المقدسة تعالوا نرجع للعهد القديم واللي كثير مننا قرى وكثير مننا عرف وكثير مننا يعرف مبارك شعبي مصر لكن تعالوا نتكلم عن الرحلة وليه مصر يعني أنا دلاتي هسأل السؤال الأولاني ويقول ليه مصر يعني كان ممكن هم يروحوا من ناحية الأردن ويعني المسافة من بيت لحمل الأردن مش كبيرة وبعد كده يدخل بقى لحد الشام بقى سوريا ولبنان عايز يطلع للعراق إن شاء الله حتى يروح لبلاد فارس وقتها وأعتقد ده كان المصار اللي جي منه المجوس بس ليه مصر ده اللي نحاول نعرفه دلوقت سمحوا لي بس أراحب بضيف اللي بشرفني دكتور عادل فوزي أستاذ العهد الأديم بمعهد حبيب جرجس وبمعهد الأنبى مكسيموس بشبرة الخيمة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كل صنعة ومصر طيبة وبرضو بنسبة اقتراب عيد الفطر من هنا أخواتنا المسلمين طبعا يا رب مصر دائما في أفرح أمين يا رب أمين أستاذ عادل دكتور عادل بقول لحضرتك في طريق كان ممكن يبقى برضو للهرب الأردن بلاد الشام بقى لحد ما ممكن توصل لبلاد فارس والمجوز ده طريق اللي جيه بقى المجوز منه لبيت لحم جمع بلاد فارس اللي هي إيران لحد ما بلاد الشام الأردن بيت لحم ليه العائلة المقدسة خدت الطريق لمصر هو يمكن يكون أول سبب أرب المسافة لأن مصر تعتبر لسأة في إسرائيل يعني بيوصل بينهم سينة فأرب المسافة ده عامل طبعا يخلي الرحلة قصيرة إحنا يمكن على الخريطة نتصور كده أنه الأردن أريبة سوريا أريبة لا هي الأماكن دي عشان أوصل لها لازم أوصل في طريق آمن والطريق آمن ده ممكن يكون بيلف في لفة طويلة عشان أوصل لحطة الأريبة يعني مش أي طريق قريب هيبقى آمن على المقدسة دي ناحية ناحية الثانية مصر ربنا حابب يكرمها يعني أنا لما أشوف كده مصر اتذكرت كم مرة في الكتاب المقدس علىها ذكرت في العهد الأديم ستمائة وسبعين مرة وفي العهد جديد سبعة وعشرين مرة يعني ستمائة وسبعين مرة اتذكرت مصر في الكتاب المقدس يعني كبالت يمكن اتذكر رقم اتنين من ناحية العدد دي مكانة مصر يمكن تالت حاجة احنا عرفين ربنا ضرب المصريين ضربات عشر لكن في نهاية الضربة العشرة المصريين بيتحايلوا على فرعون خرج الناس دي الاله بتاعهم احنا مش قده وحتى لما موسى خرج خرج معه مجموعة من المصريين حاليا في سفر عدد صح 11 يقول لنا كده أنه فيه لفيف لفيف دولة مصريين خرجوا أمنوا بإله إسرائيل فربنا حب يكرم مصر وكلما كان بيصالحها وبقول لها أنا حفضلك وأدخل عندك طبعا غير مميزات مصر وشعبها وإزاي هما بيستقبلوا الغريب بيرحبوا بيه وحنشوف طبعا عن حاجات دي مع كل الأباء قبل كده طبعا إحنا زي ما حراج بتقول كل الأباء قبل كده كان فيه أباء كتير قبل رحلة العائلة المقدسة جم لمصر وأعتقد كمان أن هم كانوا بينشوا بنفس الطريق يمكن على حد علمي أن الوحيد اللي خالف الطريق وهو رايح إسرائيل كان موسى النبي عشان كده تهي يمكن في البرية 40 سنة فأباء كتير جم لمصر برضو حراجحة بتادينا لمحة تاريخية أو لمحة وسيط بالنسبة لموسى هو مش خالف الطريق ما عنش أعترام حضرتك هو كان ممكن موسى يوصل خلال 11 يوم يعني منجرد بموصل أرض سنة كان ممكن لك ربنا ما حبش يدخل شعب يعني لسه خارج من أرض مصر ما عندهش خبرة ودخلوا أرض كنان فربنا حب يدخلهم خلال 30 طبعا شعب لما بعدوا الجواسيس وده ضد إرادة ربنا وفكروا رجعوا أرض مصر التالي كان الرقاب بتاع ربنا يتوه 38 سنة زيادة تمام فهو نتيجة الخلطة الغلطة بتاعتهم الغلطة أن هما مشوا وسط سينة ما مشيوش ناحية يعني ما مشيوش من سينة بمحاذات البحر ده موسى النبي يعني مشوا في وسط سينة هما عبر البحر الأحمر وخذوا حزاه من ناحية الشرقية لغاية ما بنوصل لجابل سينة يعتبر في الجزء الجنوبي لأرض سينة وبعد كده بيأخذوا ناحية الشرقية لغاية ما بيطلعوا إلى شامل سينة حتى اسمها قادش برنيا دي طبعا كانت في نهاية السنة التانية وكانوا حيدخلوا خلاص أرض كان عاية لما تزمروا عملوا مشكلة ربنا عاقبهم فقعدوا الأربعين سنة لكن لما لاقي مثلا مصر يحصل جوع في أرض كان عاية أيام وابن إبراهيم طبعا أنت عندك أماكن كثيرة صحيح أروح مصر ولما أروح مصر أنا واسك أنه في مصر هناك حلاء خير يعني كان قداموا اختيارات كثيرة لأ يمكن أن نركع بلده لكن قال أروح مصر وليه خير وبالرغم من أنه يعني حصلت كذبة وقال على مراته أنه أخته وفرعون بدون أصد خدها عنده وربنا عاقبه نلاقي حتى لما رجع مرة تانية يقول لنا كده أنه فرعون شيع رجال فرعون شيعوا أبن إبراهيم وكل ما له يعني كان ممكن أقول لك عقاب ليه طب كل اللي أنا عطرنا لك ده هاته تاني صحيح فمصر مصدر خير مصدر جاذبية ليه؟ لأن شعبها يقدر يحتضن أي حد تاني أبونا يعقوب جي مصر أبونا يعقوب مثلا نفس الخط سيرة نفس الخط سيرة مصر رحبت بي وسكنته في أحلى حطة في أرض مصر في أرض الجسان تعتبر حفظة الشرقية حفظة الشرقية نحية الزقزية نلاقي موسى تربى جوه أرض مصر وتربى في أصر فرعون بالرغم أنه بنت فرعون عارفة أنه ده ابن واحدة عبرانية يهودي وتربى جوه أصر فرعون أنا يعجبني في سفر التسنية عبارة يعني ربنا قالها بيوصم موسى شعب ابن إسرائيل في تسنية 23 عدد سبعة يقولوا لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه لا تكره مصريا لأنه كنت نزيلا في أرضه حتى قال بتنزيل يعني إيه استضافك أدر أنه في يوم من الأيام استضاف الشعب اليهودي مثلا على أقل ما يقرب من 350 سنة عايزي يقول أن مصر أرض ضيافة وأرض كرم آه مصر فيها فيها جارزمة فيها جازمية معينة من ناحية شعبها شعبها مضياف عندهم حب الغريب ويسندوا الغريب وعندهم عطاء أنا أعتقد أنه شخصية مصر واخدها من نهر النيل يعني نهر النيل يعني نهر النيل لما أتخيله واحد واقف وفاتح زراعي ضمياط ورشيد وبيستقبل كل الناس بقولهم تعالوا كله من خيري وانا زي ما أنا الخير جاي من مصر ما بدفعش تأمنه الشعب يدفعش تأمنه المصرين تعلموا أنه يدو الخير ومش مستنينهم ويمكن حتى يوسف لما كان بيكلم إخواته أنه هم يجيبوا أبوهم بيقولهم أن هنا أرض خير وأن هنا مش هيجوع وأن هنا في كل الخير وفي كل حاجة وجي أبونا يعقوب المنطقة دي اللي هي تقريبا بالبيس يعني دلوقتي أنا عاوز أذكر حاجة في قصة يوسف يوسف لما ابتدى يكمع القمح يقول لنا كده مقدس حاجة مهمة أنه يحطه في مخازن وابتدى يعد ومع الخير الزيادة يقول لك بطل يعد لأنه أصمت ما أصبح ما فيش عدد ممكن يقوله إيه تاني يعني يعني كمية الأعداد اللي حافظينها وصل بها وعده فكمية الخير كان مجوعة مصر صحيح يعني قصة يوسف جميلة جدا جدا يعني كواحد يهودي وعبد ولما يسبق كفاقته مصر تعمل إيه تخليه رئيسه صراحة تمام أنا أحاول كده أخد كم آية من الآيات اللي إحنا ممكن نكون بنرددهم ولو فيه وقت مع حضرتك هقول لحضرتك بقى كمان بعض الأسئلة اللي ممكن تكون بتتقالية أول آية من من صفر أشعية إحنا دلوقتي بس أقول لمشاهدين أن إحنا دلوقتي جايبين من كنيستين كنيست أبو سرجة وجايبين كمان من جبل الطير الناس بتزورها هاي ومبسوطة وفرحانة وزي ما قلنا عدد كبير بتصل يمكن خلال أسبوع لأكتر من مليون شخص بيزوروا جبل الطير الأشعية 19 بيقول هو وزر رب راكب من على سحابة سريعة وقادم إلى مصر هو وزر رب راكب من على سحابة سريعة وقادم إلى مصر الأشعية النبي كان يقصد بها إيه هذه الآية طبعا الأباء لما فسروا كنم السحابة قال ما فيش غير أمنا العدرة اللي شاهد المسيح وجاية فهي تعتبر السحابة السحابة الخفيفة في روحها اللي هي تعتبر السحابة رمزي إلى السماء أن العدرة انتسبت خلاص بسر التجسد فلما أقول هو وزر رب ركب على السحابة سريعة وقاتينا أرض مصر يعني أنا فراهي أن العدرة هي تمثل السحابة وإحنا في نفس الوقت كانوا قدس ما قالناش هم لما جم جزي احتمال يكون فعلا السحابة جابتهم إلى أرض مصر يعني ده وارد برضه لأننا ما عندناش يعني هم إزاي ركبوا إيه ومشوا إزاي لكن هي فيها علامة حلوة خالص سحابة سريعة الرب خلاص قرر جايب تقلو لمصر طمام احنا عندنا الأماكن اللي بتدل أن العائلة المقدسة سكنت هنا وهنا فإذا خط السير كان مشيت كذا وكذا وخط السير اللي احنا دلوقتي معظمنا عارفين والذي ابتدى بترفح ووصل لحد أسيط لكن جم الزي احنا بنقول العائلة المقدسة جم على حمار زي ما السورة بترسم لنا لكن ممكن يكون أي شيء آخر أو أي شيء إلهي في السكة احنا ما نعرفوش صحيح كذا حركات سأقول لك يعني أعتقد ده يعني بحكم أنه دي وسيلة الركوب اللي جاءت موجودة صحيح لكن هل بالضبط إيه هو حتى خط السرح العائلة المقدسة وما تذكر بكذا المقدس لكن هو البابا سئ وفيه الاسرقم 23 العدرة زهرت له وحكت له خط الرحلة كان ماشي سهي احنا خدناه بالتقليد خدناه بالتقليد لكن فيه إثبتات عمليا دي هنا المغارة وهنا شجرة مريم وهنا 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 زي ما أخده من أمنا العدرة بإعلان أو برؤية أو في حلم لكن لما جاءت يتطبع لأرض الواقع يتطبع أن كل مكان في أعلى العدرة كانت موجودة فيه صحيح يقول آية تاني في أشعية كمان وإحنا أشعية طبعا يسمونها بالإنجيلي فبتكلم عن المسيح وكأنه يعني شايفه وجها الواجه يقول فترتجف أوسانة مصر من وجهه ويزوب قلب مصر داخلها يعني الاتنين حضرتك عايزة نتكلم عنهم الموضوع أن هي ترتجف أوسان مصر من وجهه هل ده حصل فعلا ولا لأ والحتة التانية ويزوب قلب مصر داخلها طبعا نحن عارفين برضو من خلال التقليد أنه أي مكان كانت بتروحه العائلة المقدسة وكان يبقى المكان ده فيه عبادة أوسان أصنام كانت الأصنام بتسقط يعني بتسقط منجرد دخول العائلة المقدسة وربنا يسوع المسيح لدرجة ابتدى الموضوع ده يسمع فباقي أوقات لما العائلة قدسة تروح مكان المكان ده يرفض دخولهم يعني زي مثلا ما حصل مثلا في الكوسرية يعني رفضوا استقبالهم ليه قالوا ده منجرد ما يدخلوا الأوسان والعبادات بتاعتنا بتنتهي وبتقع صحيح ده الكوسر يعني أقدر أخدها يمكن من ناحية دخول المسيحية أرض مصر يعني طبعا النبوات اللي قالها أشعية كلها لا تنطبق على فترة دخول السيد المسيح أرض مصر لكن هو يديني بعد لدخول الديانة المسيحية والكدسة مر مرقص بعد كده والأحداث اللي ستحصل كلها فيزوك قلب أرض مصر داخلها يعني عاوز يقول لي ساعة ما يجي مر مرقص يدخل حلاقي ابتدت مصر كلها ارتجت ايه العبادة الجديدة دي وابتدأ يحصل صراع طب هو ده الإله لحقيق طب الأله نحن نكون بنعبتها وابتدأ حتى يدخل الصراع ده إلى صراع انشكوك جوه البيوت واحد يؤمن طب العائلة ترفضه ونقدر حتى اللي أمنه قلبهم ده في حب المسيح جميلة حسنا الآية جميلة بصراحة ويزوب قلب مصر يزوب قلب مصر في داخلها في ناس اترعبت المساهدة ستضمر عبادتنا ستضمر المعتقدات اللي احنا قلنا آلاف ومئات السنين بنمارسها ونعبوتها وفي ناس دابت في حب المسيح تمام فيه برضه من الآيات اللي بتتكلم عن مصر لكن ممكن قد كده لما تسمعها يقول برضه في أشعية واحد آية اتنين وقهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة آية خد آية خد وللأسف لما جاء مصر عدت في الفترة الأخيرة بالأحداث الأخيرة اللي حصل جوه ما بيسمى بالربيع العربي للأسف بعض المفسرين خدوا الأجزاء دية وقالوا قادي أشعيه يتنبع على الوقت الحاضر يتنبع على اللي بيحصل جوه مصر تبدأ غلط صحب الناس تهيك على بعضها وابتد يبقى هنا فريق وهنا فريق ضده طبعا الكلام ده يعني لوي للنبوات الكلام ده بعيد خالص عن الفترة الحالية لكن هو برجعني لدخول المساحية فيه ناس استقبلت المساحية ورحبت بيها وفيه ناس يعني رفضت وحصل انكسام وحصل داخل العائلة الواحدة أنه فيه ناس أمنت وفيه ناس ما أمنتش واللي ما أمنش ده ممكن يكون يتقاتل بإيد قريبه صح كده يمكن أقدر أفسر الجزء ده بكلام السيد المسيح له المجد في لوقت نشر لما قال جئت لأقلقي نارا على الأرض فماذا أريد لو أضطرمت أتظنون أن جئت لأقلقي سلاما على الأرض لكن بل نارا يعني ويبدأ يتكلم أنه الإبن سيقوم على أبوه والولد والأب سيقوم على ابنه يعني استاذ المسيح صور الجزء ده بأن دخول المسيحية أي مكان هيحصل الانقسام داخل البيت بسبب أن مجموعة تؤمن مجموعة لها دكتور عادل لأن حلقاتنا النهاردة مختلفة فهيبقى نحن في الستوديو ونذهب لزمائلنا في الأماكن الجميلة التي هم فيها نذهب لفريد وفريد موجود في جبل الطير فريد اتفضل فريد وقلنا الأجواء عندك وأنا شايف ناس كثيرة وشايف زحمة كبيرة عندك تفضل فريد إصحاء أنا عايز أقول لك أن أنا حاسس بمشاعر مختلفة وغريبة أنا وراي وزي ما الصورة بتبين المغارة اللي اختبقت فيها العائلة المقدسة هنا من 2000 سنة العائلة المقدسة اختبقت في المغارة دي اللي موجودة في كنيسة القديسة العذراء مريم بجبل الطير أنا معايا أبونا القصة ساوفيلوس القمص متى اللي احكي لنا عن الكنيسة هنا وتاريخها وأهميتها التاريخية وعن الزوار اللي بييجوا بشكل دوري للكنيسة هنا وسهلا بيك يا وتسابونا سهلا بيك يا سيد فريد شرفتنا وبركتنا سهلا بركة وتسابونا كده لو تقول السيدة المشاهدين الدير بتاعنا أهمية الزيارة بتاعة العائلة المقدسة للدير هنا والزوار اللي بييجوا كل سنة في الوقت دا للدير احنا هنا في كنيسة السيدة العضراء مريم بجبل الطير ساملوت وهنا احدى المحطات الرئاسية اللي لها اهمية كبيرة جدا فأقامت السيدة العضراء مريم ويوسف البار والطفل يسوع وسلومي العائلة المقدسة أقامت في هذه المغارة أقامت فيها ثلاث ايام وعلى أساس هذه المغارة علمت القديسة والملك هلانة بهذه الزيارة لهذه البقعة المبارقة من أرض مصر فنحدت هذه الكنيسة كلها وسمتها كنيسة الست العضر مريم بدير جبل الطير سنة 328 ميلادية الموافق 44 للشهداء انا شايف يعني عدد كبيرة جدا بتزور الكنيسة هنا كل سنة قد ايه الكنيسة دي سبب باركة يعني للصعيد وقد ايه مكان مهم جدا بتحتفل بي المصريين كلهم يعني من مسلمين ومسيحيين بزيارة الدير هنا احنا هنا النهاردة حضرتك بتحتفل الكنيسة بمجيء العدد المقدسة إلى أرض مصر 24 بشانس النهاردة فبيتبارك من جميع أنحاء القطر المصري كله بيجيب تبارك من هذه المغارة مسيحيين ومسلمين كل إنسان منهم بكل طلبات أو دعوات ويطلب شفاعة أمنا القديسة العدراء مريم في هذا المكان فيستجاب الله لصلاته سريعا يا أدسابون لو تدي كده الناس فكرة عن أهم التجددات اللي بتحصل في الدير هنا لأن الحقيقة المكان يمكن نكون مصلوم شوية إعلاميا فناخد بركة طبعا بوجودنا هنا في الدير وفي نفس الوقت نعرف من أدسك عن أهم التطورات اللي بتحصل في الدير هو بيرعى هذا المكان وبيشرف عليه سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبى بافنوتيس مطران ساملوت هو اللي بيرعى هذا المكان وبيشرف عليه نيافته من جميع النواحي حضرتك حالين الوقت الكنيسة بتترمم على نفجة المطرانية تحت إشراف هيئة الأسار حالين في حال الترميم زي ما حضرتك شايف كده وفي نفس الوقت برضو حضرتك سيدنا أقام لينا فندق بجوار الكنيسة الأسارية وهذا الفندق حضرتك على مساحة ما يقرب من 1300 متر في حضرتك بالضبط كده ما يقرب من 40 حجرة في حضرتك منها 38 حجرة وفيه 2 جناح وفيه كمان 2 مطعم وفيه كافتيريا والمبنى دوت بيقام على أربح طوابق بيستكبل السياح من جميع القطر المصري وأيضا من مختلف جنسيات حضرتك والأجانب والمصريين حضرتك وفيه أيضا حمام سباحة في الدور العلوي أيضا أقام أن يفتو مبنى دور أذى بفنوتي بيسع ما يقرب من 120 فرد وفيه قاعة مناسبات في الدور الأرض وفيه كنيسة في الدور العلوي باسم رئيس الملائكة رافئيل فيه نهضة كبيرة وتسبونا يعني بتتعامل في المكان وفيه قدسك عايز تقول حاجة تانية تخليدا كمان لذكرى مرور العلية المقدسة في هذه البقعة اللي وقفين قدامها حضرتك تخليدا لها بدأ سيدنا صاحب النياف الحبر الجريل الأنباب في نوتيس مطران ساملوت بدأ أن هو يأسس لنا ست كنايس هنا عندنا كل كنيسة لا تقل عن ما يقرب من 850 متر بدأ يأسس أول كنيسة في 2010 كنيسة القديس يوسف البار خادم سر التجسد الإلهي وبدأ يأسس كنيسة القديسة سلومي اللي هي القابلة اللي كانت مع العلية المقدسة أنا فرحان جدا بكلام قدسك يعني نهضة كبيرة بتعمل في الدير هنا كنيس بتديني فيه فضو بتعمل العلية المقدسة يكون على طرز علمية احنا كمان نتمين ان احنا ننقل يعني فرحة الناس بالمكان وناخد من نستأذن يعني قدسك ونستأذن السيدة المشاهدين ناخد من الناس كده توجودهم في الدير وزيارتهم في الدير بشكل قدسك تحب تقول قدسك أحب يبرز شيء تاني اكمل حضراتك اكمل حضراتك كمان بعد القديس يوسف والقديسة سلومي بدأ يأسس كنيسة العائلة المقدسة كنيسة والقامة على ما يقرب من 800 متر بدأ يأسس كمان كنيستين بجوار مكان البقرة الاسم التالي المكان كنيسة الهروب وكنيسة المغارة ايضا بركة كبيرة يا قدس أبونا اللي بيتعامل هنا في الدير احنا مازلنا موجودين مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين اعداد كبيرة جدا من الزوار بتيجي علشان تزور مغارة العائلة المقدسة مازلنا بنستكمل مع حضراتكم تغطيتنا ومازلنا بنستكمل مع حضراتكم الحلقة الخاصة بتاعتنا عن زيارة العائلة المقدسة لأهل مصر دقايق يا سحاء وهرجع لك مرة تانية باللقاءات بقى مع الناس الجميلة الموجودين هنا أهلنا في السعيد اللي جايين من كل محافظات جايين من السعيد من جوة وجايين كمان من موجه بحري عدد كبيرة من الناس نحب نسمع كمان رأيهم في زيارتهم هنا للدير أرجع لك مرة تانية في الستوديو أسحاء شكرا جدا يا فريد ومستنين اللينك اللي جاي ان شاء الله لقاءات وأنا عارف أن بالنسبة لجبل الطير وبالنسبة لدرونكا في أسيوط بيبقى في ناس تثبت السعب بتاعتها على الاحتفالات سواء في أسيوط أو في المينيا وتلاقي ناس جاية من أمريكا وجاية من كل بلاد العالم عشان يزوروا ويعودوا ويتبركوا خلال الأسبوع سواء في جبل الطير أو في الدرونكا في احتفالات كبيرة بتشهد حضور الملايين والحقيقة كمان بيبقى فيها نسبة كبيرة جدا من أخواتنا المسلمين اللي بيحبوا يشاركوا الأقباط في هذه الاحتفالات معايا من مصر القديمة معايا يا كامل يا كامل أهلا بيك اتفضل يا كامل طيب هنرجع لكامل تاني في مشكلة في الصوت لكن نستنينك كامل وهنرجع لك تاني نرجع لي الستوديو ودكتور عادل فوزي دكتور يعني تكلمنا شوية عن بعض الآيات القليلة من العهد القديم لو حركة عايز تكلمني عن بركة هذه الزيارة التاريخية هذه الزيارة العظيمة اللي محفورة الحقيقة في وجدانك كمصريين واللي محفورة كمان في ذاكرة وتاريخ العالم أجمع السيد المسيح لما جاء أرض مصر مشي على أرضها فكون السيد المسيح يمشي على أرض مصر يعني بارك الأرض تنفس من هواها فبارك الهوا شرب من الماء فبارك الماء يعني كل البيئة بتاعة مصر تبارك بوجد السيد المسيح لما أبص الأماكن إلى العائلة المقدسة راحتها كل مكان عائلة المقدسة راحته بقي مكان عبادة لربنا وبقي مزار سياحي صحيح يعني كل مكان عطى مصر حتى مكانة عالمية أنه فيها أماكن عبادة الأماكن راحتها على عائلة المقدسة وبيعتبرها حتى هذا نوع من الحج يعني بالضبط عائلة المقدسة عدت الماكن ورحلة ليس قصيرة تطول لخط مصر بالعرض وبالطول ورجع مرة تانية كامل وكان بيبارك أرض مصر وكلها وأسس الديانة المسيحية جوه مصر أنا بأعتبر ما جي السيد المسيح إلى أرض مصر يعني كان تبادل في العطاء بين مصر وبين السيد المسيح صحيح اتشرفنا واتباركنا طبعا بأقدام السيد المسيح لكل المجد وبالعائلة المقدسة اللي خاصتنا بهذه الزيارة العظيمة الحقيقة يمكن البعض يقول أي نعم اللي عمله هيرودس ده أمر دموي وأمر سيء جدا لكن بنشكر الظروف اللي خلت العائلة المقدسة تيجي مصر وتبارك هذه الأرض وتتلامس مع التراب اللي احنا بنتلامس معه وكام عظيمة مصر لأنها تباركت بأقدام المسيح دكتور عادل كان عندي أسئلة كثيرة لكن لسرعة حلقاتنا والأكتر المكان أنا بشكرك جدا لوجودك معنا النهاردة في احتفالنا بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر بشكرك جدا دكتور عادل فوز أستاذ العهد القديم بمعد حبيب جرجس ومعد الأنبى مكسيموس بمطرنين شوبر الخيم ألف شكر لحضرتكم شكرا لحضرتكم ولكل المشاهدين وكل سنة والجميع بخير وبفرح وسعادة مبارك شعب مصر مبارك شعب مصر ولسه معاكم ولسه معنا كلام كتير جدا عن هذه الرحلة المباركة والعظيمة والجميلة بس بعد الفاصل